قد لا يبدو الأمر كذلك، لكنه يوم مشمس في سبتمبر في بولزانو الإيطالية، حيث يصنع بيتر سنونر فنه. بينما يصمم هذا الفنان منحوتات ورسومات تشير لوحة التحكم في مساحة عمله إلى أقل من عشر درجات مئوية. الفنان في غرفة تيركس كيوب في مركز أبحاث منشآة بحثية متخصصة في محاكاة المناخات القاسية. وعلى مدار يومين، تمكن من العمل لمدة ثماني ساعات يومياً، محاولاً إنشاء فنه على ارتفاع يعادل أربعة آلاف متر، وسط عاصفة ثلجي اصطناعية. هناك شيء واحد هو عرض فنك، ولكن الأهم من ذلك هو إبداع الفن، إن هذا الإبداع داخل هذا المناخ يمنحنا إمكانيات فريدة جديدة، لا يمكن أن يوفرها لنا أي متحف أو معرض أو مساحة عرض. بينما الهدف هو اختبار خيال سينونار، يتم اختبار جسده أيضاً. وقبل الشروع في التجربة، تمت مراقبة صحة الفنان عن كثب للتأكد من أنه لائق بما يكفي لتحامل المناخ القاسي الناشئ في مساحة العمل هذه. تنتج الغرفة درجة حرارة تقل عن عشر درجات مئوية تحت الصفر، وهذا المكان هو الذي نبدأ منه. والمفهوم الرئيسي هو أن لدينا فناناً يعمل في بيئات قاسية ويحاول القيام بعمله هناك. تستخدم الغرف المناخية عادة لدراسة تأثيرات الظروف المناخية في المواقف المختلفة، وتم تجهيز العديد من المحطات مسبقاً في إطار مركز الابتكار لإجراء تجارب مشابهة يتحدى فيها المبدعون الظروف القاسية. ترجمة نانسي قنقر